تتميز العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بالتعاون والتنسيق عالي المستوى في مختلف المجالات نعم هذا التميز في العلاقات شمل جميع أجزاء المملكة المتحدة وتحديداً ويلز التي ساهمت مساهمة كبيرة في الدفع نحو مزيد من العمل المشترك على كافة الأصيدة أسس متينة لعلاقات امتدت لأكثر من مئتي عام بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة حيث تعود هذه العلاقات والشركات إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتستمر حتى عامنا الحالي بظل الاهتمام المتواصل من قبل المملكتين الذي دفع نحو مزيد من العمل المشترك على كافة الأصيدة بما يحقق التطلعات هذه العلاقات شملت جميع أجزاء المملكة المتحدة وتحديداً ويلز التي ساهمت في هذا الامتداد التاريخي لصياغة رؤى مشتركة عززت من الشراكة والصداقة البحرينية البريطانية ما ميزها بخصوصية إن عكست أثارها على أرض الواقع من خلال مستوى التفاهم والتنسيق الرفيع والاهتمام والمصالح المشتركة والعلاقات الدبلوماسية الرفيعة والزيارات المتبادلة التي توليها قيادة البلدين اهتماماً كبيراً حيث أتت عدة لقاءات سابقة بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة عندما كان ولياً للعهد وأميراً لويلز أكدت مواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات لتفتح أثاقاً جديدة من خلال تكرار الزيارات المتبادلة في شتى المناسبات ممكن من تطوير مستوى التفاهم على مختلف الأصعيدة مجالة عدة تمت مشاركتها مع ويلز الصديقة من خلال الزيارات المتواصلة التي أعطت مؤشرات إيجابية أكدت قوة ومتانة العلاقة بين البلدين وعكست مكانة مملكة البحرين الكبيرة لدى المملكة المتحدة التي تتطور في كل لقاء لتعبد طريقاً جديداً من الطرق التاريخية التي سارت عليها المملكتين الصديقتين